من جانبها عرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مهل علي مراحل افتتاح القطاعات مشيرة إلى فتح مجموعة من القطاعات المغلقة بدءاً من الأول من حزيران المرحلة الأولى تبدأ اعتباراً من 1-6 والمرحلة الثانية تبدأ اعتباراً من 1-7 والمرحلة الثالثة تبدأ اعتباراً من 1-9 أبدأ بالمرحلة الأولى والتي تبدأ اعتباراً من 1-6 حيث تتضمن هذه المرحلة السماح لمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ضمن قطاعات متعددة ولم يكن مصرح لها سابقاً أن تعمل خلال الفترة السابقة وقد جاءت هذه المرحلة لإتاحة المجال للمنشآت للفتح بشكل أكبر في حال استكملت الاشتراطات المطلوبة والتي أهمها موضوع التطعيم القطاع الثاني هو قطاع التدريب والتعليم التقني والمهني ويشمل المراكز التعليمية والثقافية والتقنية وأكاديميات ومراكز التدريب المهني أما القطاع الثالث فهو الأندية الصحية ويشمل الحمام التركي والشرقي والأندية الصحية والقطاع الأخير هو قطاع التسلية والترفيه ويشمل دور السينما مدن الترفيه والتسلية أماكن لعب الأطفال ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية وضمن هذه المرحلة أيضا سيتم السماح بتقديم الأرقيلة في الساحات الخارجية في المطاعم والمقاهي اعتبارا من 15-6 المرحلة الثانية تبدأ من 1-7 من هذا العام وربما يجدر أن أوضح فيما يخص المرحلة الأولى والتي تستمر خلال المرحلة الثانية أن هذه المنشآت والتي سيسمح لها بالعمل لا تستطيع أن تبدأ بالعمل قبل أن تقدم الطلب وتوقع التعهد وتستكمل الاشتراطات المطلوبة في المرحلة الثانية سيكون هناك المزيد من الإجراءات التخفيفية وأهمها تقليل ساعات الحضر الجزئي سيصبح حتى ساعة 12 ليلا للمنشآت والساعة الواحدة ليلا للأفراد وفي هذه الحالة ستعتبر أيضا شهادة التطعيم تصريحا لغايات الحركة خارج الأوقات المسموح بها كذلك ستعود المؤسسات الحكومية للعمل بكامل طاقاتها بنسبة 100% وفيما يخص المثلث الذهبي والذي يشمل منطقة العقبة والبتراء ومخيمات رم والديسي سيتم إلغاء الحضر الجزئي والشامل في هذه المناطق وسيسمح بممارسة الأعمال بطاقة تشغيلية يعني 100% أيضا هذه المرحلة ستشهد إجراء مهم وهو السماح بالتعليم الوجاهي في الكليات التي يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن الفصل الصيفي وأيضا السماح للمنشآت الصناعية بالعمل خارج ساعات الحضر وبطاقة تشغيلية 100% والسماح للمنشآت السياحية بالعمل بطاقة استيعابية 100% وبكامل مرفقاتها بالإضافة إلى فتح الملاعب الرياضية للجمهور بطاقة استيعابية 30% وأيضا سيتم السماح لصالات الأفراح ومنشآت الحفلات تنظيم الحفلات بالعمل بطاقة استيعابية 50% وبحد أقصى 100% من الحضور فيها بما في ذلك منطقة المثلث الذهبي ترجمة نانسي قنقر